أقر مجلس النواب الأمريكي ثلاثة مشاريع لقوانين تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله اللبنانية وتتضمن والعمل على تكفي في منابع تمويله هذا وصوت المجلس بالإجماع على المشاريع من أجل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها لتصبح نافذة وتستهدف القوانين الجديدة التمويل الدولية لحزب الله واستخدام هذه الميليشيا للمدنيين كدرع بشرية كما دع القانون الثالث بشكل غير ملزم الاتحاد الأوروبية على تصنيف حزب الله المرتبط بإيران بكامله كمنظمة إرهابية